هذا وكشف تقرير أمريكي عن وجود يد لإيران في إقصاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية التقرير الأمريكي بيّن أن المحكمة الاتحادية أصدرت مرارا وتكرارا أحكاما ضد أقليم كردستان ولصالح إيران ولفتن إلى أن جميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا تتوافق تماما مع مصالح إيران هذا وضح التقرير أن تلعب إيران بالمحكمة الاتحادية سبب رئيس بإزاحة الحلبوسي الذي يعتبر أحد أكثر قادة العراق فعالية ومشددا على أن المحكمة الاتحادية لم تقدم أي تفسير قانوني مقنع لحكمها ضد الحلبوسي هذا وضف أيضا التقرير الأمريكي أن ولاية الحلبوسي كمحافظة للأبار شكلت انتعاشا ملحوظا مدفوعا بصمود وتصميم من أهلها الأمر الذي خلق له أكثر من عدو بينهم قيادات أنبرية قريبة من محور إيران ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة